موسيقى موسيقى اليوم تواجدنا في مدينة مراكش وهو في إطار تواصلي ما بين الناقلين دي الجهاز مراكش والجهاز الجانوبيا وجميع أعضاء المتواجدين بالمدار دي المراكش من أجل دراسة المخرجات التي توصلنا بها مؤخرا مع الوزارة والتي كانت نحن تقدمنا بها سبق تقدمنا بمقترحة دينا ولكن للأسف الشديد نرى أن كل جل المقترحة التي تقدمنا بها لن تحدى باعتبار فلذلك احنا اليوم هنا من أجل حال حالة كل ما هو يعني استضار في المخرجات من أجل إعادة النظر فيه والخروج ببيان ختامي بكل ما هو وجبت عديله كذلك هذا سبق لنا حضرنا واحد لقاء تواصلي كذلك معنا زي الجهاز بني ملال وجميع الإخوان دي لحق المملكة لك أنوا حضروا في هذا في اللقاء دي لبني ملال والحمد لله را كان نخرج الببيان الختامي نحن معا إصلاح ولكن إصلاح لهوية جدري ومرين ما شيء إصلاح المجحيف المشاكل التي يعاني منها القطاع النقل الطرقي لحساب الغير النقل البضائع مشاكل كثيرة بزاف منها العشوائية هذه وحدة منها تكلوفة دي للسعر بش يبشيوا هذ الناس من مدينة لمدينة واحد تكلوفة بأنها هي طايحة بزاف إلى أقصى درجة منها الغلاء دي للقاسوال اللي هو يعني طحن الكاهل دي الناس منها هذ المشاكل دي للدعم رغم أنه ما يسميش بدعم هذا يعني يعني إعانا وإعانا هزيلة بزاف أنا تنسميها القفة الرمضانية علاش لأنها متت لا تغني ولا تسمين من جوع بالله عليك واحد غادي الوحل مسافة غادي يخسر طون ديال المازوطة هم عاطين وخمسة لف درهم أشب غادي الوحل خمسة لف درهم وطون تيدير تلتعاشر ألف درهم وصرف يعني كان شي مسائل لي هي كثيرة تيتخبط في هذا القطاع هذا وتنتمنهم الله تعالى باش هذ الناس هذ يرجعوك ويتوحدوك وتكون وحل كلمة وحدة ويكون وحل صف واحد إن شاء الله ونخرجوا إن شاء الله باش كله يستفد هذك اللي غادي يستفد ولي رجعي يستفد ومن هذ المنبر هذا أنا تنطال من المهنيين باش تكون تعاونية يكونوا ديبارك إلا كانوا تعاونية ديبارك را غادي العمل غادي يبشيك على حسب ما يرام والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر